الآن أدعو الدكتور محمود محيد دين رئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر دول الأطراف قب 27 لإلقاء كلماته فليتفضل شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ الدكتور مصطفى بن بولي رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء والمحافظون السيدات والسادة الحضور الكرام وأخص بالذكر منهم المشاركين في هذه المبادرة غير المسبوقة منذ تتشينها والتي تحظى بهذه الرعاية الكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دولة رئيس مجلس الوزراء نشكر سيادتك شكرا كزيلا لأن هذه المبادرة حظيت بهذه الرعاية والتنظيم والمشاركة كافة الوزراء المعنيين وأيضا من السادة المحافظين تصور أنه التنظيم المتميز لهذه المبادرة جعلنا في موقف جيد ثم أصبح هذا الموقف ممتازا عندما وصلنا إلى القمة في شرم الشيخ وهذه المبادرة تحظى باهتمام كبير من عدد من المؤسسات الدولية كما رأينا وأيضا أسهمت في نشر الوعي والتوعية بموضوع المناخ وتغيراته وتأثيره على المجتمع والبيئة الاقتصاد وتقدمه ونمو والتنمية المستدامة تعتمد على ثلاث عوامل هذه العوامل غير تلك التي تدرس في الجامعات وأتشرف بأن أكون أستاذ بجامعات القاهرة ليس الأمر كما يدرس ولكن كما وجدنا مع التغيرات التي تحدث الآن في الاستدامة في التحول الرقمي فإذا ما كان هناك مأزق الحل يكون في ثلاثة في البشر في الأفكار وفي أشياء أخرى هذه الأشياء الأخرى التي ندرسها باعتبرها الأهم ولكنها ليست الأهم الأهم البشر التعليم الرعاية الصحية القدرة على المنفسة القدرة على عرض الأفكار والقدرة على المثابرة إذا ما توفر هذا كله من الممكن بعد ذلك أن نبحث عن أشياء أخرى عن الأرض عن التمويل عن الاستثمارات المطلوبة عن السياسات والمؤسسات المسندة نحن هنا في حالة من الاستعراض المتميز لأفضل الأفكار على مستوى المحافظات وعندما كنا نعد للقمة تتذكر معالي وزيرة البيئة أنه على مستوى العالم كان الوعي بموضوع تغيرات المناخ وتأثيره على مستوى العالم وفقا لمسح قامت بي جالوب لم يتجاوز خمسين في المئة ويقل الوعي في المناطق الأكثر تضرورا وكانت لديها مبادرة وما زالت وتقوم بهذا بشكل مستمر مع مراكز الاستطلاع واضح أن هناك قدر من التحسن في الفهم والإدراك لتأثير تغيرات المناخ على الحياة والمعيشة ولكنها شاكرة قامت بمثل أخريات وأخرين أيضا قامت بالمبادرة معنا مع التنسيق المتميز من معالي وزيرة التخطيط والتنمية وأيضا من باقي السادة الوزراء الذين شاركوا خاصة فيما يرتبط بموضوع التنمية المحلية لأن هذا الموضوع مرتبط بتوطين التنمية الموضوع يرتبط بالاستدامة بعضها المختلفة والموضوع أيضا معني بالتكنولوجيا والمعلومات تحديدا والتحول الرقمي فجوة التمويل كل الدراسات الأخيرة منها ما كلفت به مصر مجموعة من أفضل الخبراء والباحثين والتقى بهم دولة رئيس مجلس الوزراء العام الماضي وهذه الدراسة هي الدراسة المرجع الآن لتحديد فجوة التنمية كنا معالي وزيرة البيئة منذ أيام في أبوظبي وتم استعراض النسخة الثانية منها باعتبارها مقدمة لما سوف يتم في القمة القادمة القمة الثامنة والعشرين هناك فجوة التمويل على مستوى العالم سنويا تقدر بـ 2.4 تريليون دولار سنويا واحد واربعة من عشر تريليون يعني الأغلبية مفترض أنها تأتي من موارد محلية ليس فقط من موازن عام للدولة ولكن من مساهمات القطاع الخاص ومن حسن تعبئة الموارد محلية هذا إسهام آخر من إسهامات مصر يبنى عليه للمستقبل أمر الآخر الذي أود التأكيد علي أنه عندما قامت مصر بإعداد هذه القمة ونحن مستمرين في رئاستنا لهذه القمة حتى بداية القمة القادمة في خلال أيام في دبي بمشيئة الله مصر قامت بخمس أمور غير مسبوقة متكملة الأمر الأول هو النهج الشامل للتعامل مع تغيرات المناخ بتضمينه في إطار أهداف التنمية المستدامة الأمر الثاني أنها أخذت بعدا تطبيقيا تنفيذيا ليس فقط للتعاهدات المالية ولكن كل ما تم التعاهد به لدفع العمل المناخ في كافة جوانبه سواء من تخفيف أو تكيف المشاركون معنا يترجم هذا لمشروعات في الطاقة في إدارة الملئة في التعامل مع التلوث البيئي في عدد من المشروعات أكثرها مبتكر ولأول مرة يورب لكن هناك من المشروعات ما هو مستقر بالفعل وتم تفعيله والبناء عليه البعد الثالث من الخمسة هو البعد الإقليمي للمصر قامت بإبداء الحلول عندما كنا نقول أن هناك تمويل عاجز كان أصحاب التمويل يقولون لدينا التمويل ولكن أين هي قائمة المشروعات الكلمة المشهورة يسموها Pipeline of Bankable Projects وإنهم لا عندنا مشروعات على المستوى الإقليمي ولدينا مشروعات أيضا على المستوى المحلي والمشروعات المعروضة ما يقترب من 12 ألف مشروع على مدار عامين مجرد نماذج لما هو متاح في مجالات التنمية المستدامة عموما والعمل المناخي تحديدا البعد الرابع أو المحو الرابع هو ما يرتبط بتوطين التنمية من خلال المشروعات الخضراء الذكية التغير المناخي وأسبابه تبدأ محلياً وحلوله محلية بالمشاركة مع مناهج دولية في العمل وأثره في النهاية يكون على البعد المحلي ومن هنا نتشرف بوجود كل هؤلاء السادة معالي السادة المحافظين ومعالي السيدة المحافظة معنا أيضاً لأن بداية الأمر ونهايته عند البشر عند الأفراد عند المجتمع حيث يعوشون هذه تعتبر من المديهيات ولكن كم من المديهيات يتوه في إطار العمل على المستوى العالمي البعد الأخير وهذا يحسب لمصر دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة المشاركون دشلنا فكرة وجود صندوق للخسائر والأضرار وكان أمر ينادى به حتى قبل اتفاق باريس في 2015 وهو يرى طريقه للنجاح خاصة بعد ما تم في أسوان عندما استضافت مصر الجولة الأخيرة من المفاوضات ثم الجولة الختمية التي تمت منذ أيام في أبوظبي طبعاً هذه اقتراحات سوف يتم تفعيلها وفقاً للإطار القانوني لذلك بشرت مصر أيضاً أعمالاً مهمة فيها مشاركة بين مؤسسات التمويل المحلية ومؤسسات التمويل الدولية وأخيراً وليس آخيراً كلفت مصر بالمساعدة في إعادة التهيئة المالية لصندوق المناخ الأخضر وصلنا حتى الآن لـ 26 دولة من 30 دولة تسهم في هذا الصندوق العالمي وأرجو أن يكون لنا حظ أكبر في الاستفادة من هذا الصندوق علماً بأن كل من سهم حتى الآن 70% منهم زاد من تمويله عن ما كان عليه الأمر من قبل دولة الرئيس معاري السادة الوزراء والمحافظين السيدات والسادة المشاركين أمام سيادتكم خريطة استثمار على المستوى المحلي يمكن البناء عليها كما تشرفت بعرض هذا الأمر بإجازة شديدة على دولة رئيس مجلس الوزراء قعدة البيانات يمكن البناء عليها تشرف بوجود السادة رؤساء الجامعات والممولين رئيس اتحاد البنوك والبنوك وأيضاً الشركات التمويل والجهات العاملة في الاستثمار والقطاع المالي هذه قعدة البيانات يمكن البناء عليها أمر الآخر وذكرت ذلك أيضاً لدولة رئيس مجلس الوزراء كل هذه المشروعات بأشكال مختلفة بتؤكد حتى لو لم تكن في إطار صريح في مشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فهي في مشاركة فعلية بهذا الدولة تشاركه أولاً بتوفير البنية الأساسية والأمان للمواطنين وأقدم الأمن والأمان على البنية الأساسية وتشارك بالبنية الأساسية وتحاول أن تقوم بقدر من المساهمة في التنظيم ثم يأتي القطاع الخاص ليقوم بإبداعه وقدراته على المنافسة التي لا يمكن أن يباريه فيها أحد على مستوى العالم وليس فقط على المستوى المصري بنية الأساسية نوفر الأمن والأمان للناس رقابة محكمة وقواعد للانطلاق ثم يبدع هؤلاء البشر بما هم أقدر على القيام به في سبيل زيادة النمو والتقدم لدينا ونحن لا أعلم ذلك تماماً ولكن في كثير من الأمور نأخذ أمور على أنها مسلمات لدينا بلد آمن لدينا بشر يتمتع بهذه الشبابية والانطلاق لدينا من الفرص في التنوع الاقتصادي ما لا يستطيع دول أغنى منا الوصول إليه ولو أنفقت في سبيل ذلك ما لن لُبدا ولكننا نأخذ في هذه الأمور على غرّة في بعض الأمور فنفقد قواعد المنافسة والتنافسية ولكن في هذا البلد الكثير مما يمكن البناء عليه والانطلاق به إلى المستقبل هذه الأفكار الوقادة المتميزة التي أتت من حضراتكم نقدرها ويبنى عليها لسا فقط في مصر أفكاركم متاحة للكافة مصر كذلك دائماً تعطي أفكارها ولا تبخل بها على أحد تبقى الأشياء الأخرى دولة الرئيس بعد هذا البشر بأفكاره نحتاجه إلى التموير والاستثمار وهناك فرص للتمويل والاستثمار تمكين بزيادة القدرات وهنا تأتي المشاركة مع مؤسسات محلية ومؤسسات دولية نحتاج السياسات المتكملة دافع الاستثمار وهذا أمر مستمر لا يتوقف نحتاج إلى المؤسسات الداعمة بكفاءة على المستوى المركزي والمحلي وأبدأ بالمحلي قبل المركزي ونحتاج إلى إزالة المعوقات فور ظهورها وهناك قاعدة مستقرة في السياسات العامة المشكلة إذا تركت تحولت لأزمة ولكن لكل علاج ما لا علاج له هو ما يمس البشر وما يمس أمنهم إذا أمن الناس وسلموا أي شيء آخر لا تحدثك اقتصادي له حل وله علاج ولو كانت له تكلفة لا أريد أن أطيل وأقدر أن هناك عدد كبير من المشاركين لم يكونوا معنا في المعرض فانتظروا هنا كثيرا ولكن السياسات السفير هشام بدر بدبلوماسيته شكر كل من يستحق الذكر وأشار إلى كثيرين فلن أكرر هذا ولكن هي فرصة لأن أشكر كل من شارك في إنجاح هذه التجربة ليس فقط على المستوى الوطني المركزي وليس فقط على المستوى المحلي ولكن أن تكون هذه المبادرة واحدة من الهدايا المصرية للعالم أجمع في تقديم الحلول التي تستحق البناء عليها لمن حولنا أيضا أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا